السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة جدا طلع من جزة والحقيقة فيه اخبار في منطقة خطورة في الكواليس يعني دي مش هتشوفها في وكلات الانباء لا دي في الكواليس فيها مشاكل كتير قوي بين اسرائيل وامريكا في اسرار على بدء اعمالية عسكرية في رفح وحتكون مجزرة بس انا واقف قدام الانذار الامريكي لاسرائيل اللي بيخص مصر وفيه كلام كتير عن الحدود المصرية من جانب امريكا في الكواليس اخبار راكي لازم تعرف بس لنقول لك عليها وفشوفها لك كلها لازم لك الكوصم لو لكي ننتصر في هذه الحرب علينا ان ندمر ما تبقى من كتائب حماس في رفح واذا لم يحدث ذلك فسوف تعيد حماس تنظيم صفوفها وتعيد تسليح نفسها ستستعيد غزة ومن ثم نعود الى المربع الاول قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كانين اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو تشينج مي حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب لي هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عمالية تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي راحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية ووفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي اعوز اقولك ان هو عنده افضل هلدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى بوتكس مش بوتكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيب لحبارك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حانت تابع معاك نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لشدرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب غزة خلينا امشي لك التسلس والحصل ازاي دلوقتي الظاهر كده ان اسرائيل بتاعت تتحرك عسكرية انتجاه رفح وبتاعت انها تعيد جيشها بشكل كبير للدخول لرفح اش معنى دلوقتي لحية لكزا سبب اولا هم بيقولوا ان هما ابتدوا يفردوا السيطرة العسكرية على خان يونس خان يونس دي ليه معقل حماس في غزة بيقولوا ان فيه تقدمات الجيش الاسرائيلي في خان يونس وان هما ابتدوا يطوقوا بعض الاماكن والظاهر كده قربوا ان هما ينتهوا من خان يونس مرحلة اللي بعد كده هي رفح رفح اسرائيل بتتكلم ان داخل رفح دي فيه اربع كتايب خاصة بحماس والكتايب دول ما دخلوش في عملية اشتباك مع الجيش الاسرائيلي من سبع اكتوبر لحد اسرائيل مصر على دخول رفح باي شكل مشكلة رفح ان بيها مليون ونص فلسطيني مشردين يعني دول اسرائيل موجودين في شمال غزة وسط غزة يعني راحوا لاجئين لرفح دي رفح دي مدينة متشلش جير تلتمية الف فلسطين دلوقتي اسرائيل مصر على الدخول عسكريا في رفح وقلت لحضرتك ان موعد العملية العسكرية دي حيكون في ابريل وفقا لمصادر امريكية بس ظاهر كده البيت الابيض ابتدى يستشهد ان في اقتراب من دخول رفح قبل حتى ابريل ليه الحقيقة لسهب واضح جدا ان فجأة كده جو بايدن اتصل بنتانياهو او طلب مكالمة مع نتانياهو طب و ايه مشكلة جو بايدن رئيس امريكي بقى له شهر مكلمش نتانياهو والاتنين اصلا عاملين يرضحوا البعض في الاعلام يعني جو بايدن كل شوية يهزق نتانياهو في الاعلام ويطلع يتكلم عليه بطريقة وحشة ولكن هناك طريقة جو بايدن رئيس امريكي بس كده حتى لما طلع زعيم الديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ اللي هو النائب تشاك تشومر اللي هو اليهودي وطلع هزق نتانياهو وده كان اعنى في انتقاض من مشارع امريكي لنتانياهو لان تشاك تشومر طلب انتخابات مبكرة وتغيير القوم الاسرائيلية اصلا موسيقى المترجم للقناة 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 طلع الامريكان وقالوا والله احنا طلبنا من آآ نتانياهو ان هو يرسل وفد للتشاور وفد رفيع المستوى اما على الجانب الاخر نتانياهو لما طلع يعلق عن مكالمة قالك انا اصريت واوضحت موقفي تماما ان ما ينفعش ما كش رفع هنكش رفع وحنحقق كل اهدفنا العسكرية ففيه اختلاف بيت لابياد بتكلم على حاجة ونتانياهو بتكلم على حاجة والاتنين بيصروا ان هما انتصروا في المكالمة طب ايه الكواليس الكواليس يا سيدي ان البيت لابياد قاعد يدرس اقتراح هيتم القاقه في المكالمة دي الاقتراح ده على حسب موقع اكسيس هو ان جو بايدن حيفاجئ نتانياهو يقول له ارسل وفد للتشاور بخصوص عملية رفحتي عفاكرة اقتراح الوافد ده ما كانش موجود قبل المكالمة وما كانش الامريكان عرضوها على اسرائيل لا هو جو بايدن فاجئ بين نتانياهو في وسط المكالمة وده اللي قلته موقع اكسيس ان نتانياهو اتفاجئ وكان رد فعله سريع وقال له موافق عشان ما يحاولش يدقل في صدام معاه بشكل عالمي اكتر من كده وما يسوقش العلاقة الامريكية الاسرائيلية اكتر من كده فقال نتانياهو وافق ان هو يرسل وفد لامريكا طب مين رايح بالوافد ده هي الرايح بالوافد ده مسؤولين دبلوماسيين مسؤولين عام منظمات انسانية ووزير الدفاع الصهيوني يقوف جمعا كان لي بقى لك اللي بقولهولك ده لسه نازل حالا يعني قبل كده ما كانش اسرائيل موضحة هترسل مين لامريكا بس الامريكان بيقولولك ان الحركة دي هتؤدي لتأخير العملية العسكرية ده اولا تاني حاجة هتؤدي ان امريكا هتعرض على اسرائيل بداء العنك تي احرفها اما على الجانب الاخر نتانياهو شايف الموضوع ازاي نتانياهو شايف ان هو حيبس الوافد للامريكان عشان يسمع منهم يعملوا ايه في مليون ونصف فلسطين هو عاوز يسمع منهم خطط انسانية فقط انها مش هيودلهم وفد عشان يتراجع عن العملية العسكرية كل واحد عاوز يكسب نقطة حاجة تانية لما تيجي تبص على طلب امريكا بارسال وفد رفيع من مستوى من اسرائيل لامريكا لازم تعرف ان الطلب ده يمثل العجز على عدم قدرة امريكا على ايقاف العملية العسكرية تقلق والله نطلع بفكرة ان احنا عاوزين وفد وطول ما الوافد ده موجود في امريكا لازم تعرف الاسرائيل هتبقى يعني مشلولة ومش هتعرف تقوم بعملية عسكرية الصهاينة اسكية شوي ليه؟ لان خد بالك الصهاينة مش بعتين مسؤولين عسكريين كبار هم بعتين وزير الدفاع فقط ومعايا بعض من المساعدين بس الصهاينة وفق الالام الاسرائيلي بيقولوا ان الزباط اللي عندهم رتب مرتفعة او زباط كبار مش هيتواجدوا في الوافد ده ما يعني ان اول ما منفوضات دي تخلص ممكن اسرائيل تكتحرف او تبقى قادرة على القيام بعملية عسكرية سريعة لان المسؤولين الاسرائيليين الكبار اللي بيشرفوا على عملات العسكرية هيكونوا موجودين في اسرائيل مش موجودين في امريكا فده الاسرائيل بتحاول تعمل ايه اللي حيحصل بالزبط اللي حيحصل ان الامريكان حيعرضوا خطط عسكرية بديلة عن اكتيح رفع ازاي؟ الامريكان بيقولوا ان هم حيعرضوا ان هم بالمنقشة مع مصريين هيبتدوا بتأمين الحدود المصري الاسرائيلية ازاي؟ هيجوا عند محور فادالفيا كده ويبتدوا ان هم يدرسوا الطلبة بشكل جيد جدا ويبتدوا يدرسوا لو فيه انفاق يشتغلوا مع المصريين ان هم يدمروه عوضا عن عملية عسكرية لكتي احرق مش انت اللي انت عاوزه ده ان انت تأمن حدودك مع مصر طيب احنا نشتغل مع مصريين ان احنا نأمن المنطقة دي بشكل كويس جدا وانه ميبقاش فيه انفاق وامريكا نفسها هي اللي تضمن لك كده الاقتراح ده هيوافع علي نتانياهو ابدا النهار ده نيويورك تايمز طلع تقول ان نتانياهو لن يتراجع عن عملية عسكرية في رفع باي شكل كان حلاك لازم تعرف برضو من كتر مشاحنات بين نتانياهو وجو بايدن ترامب استغل فرصة دي ترامب تلع قال انا لو رئيس امريكا حيقول اسرائيل خلصي على طول يعني انجيزي بقى كش يا عم رفع عصد كش رفع كش رفع وخلص بسرعة ما تعودش تاخد وقت كبير خلص بسرعة ودونالد ترامب تلع قال التصريح كان مكثير جدا قال اي يهودي بيصوت للحزب الديموقراطي لازم يعرف ان اليهودي ده بيكره دين الديموقراطيين مش بيحبوا اسرائيل الجمهورين هم اللي بيحبوا اسرائيل التصريح ده على فكرة عمل ازمة لدونالد ترامب لان ما معناه ان كل اليهود اللي بيقيدوا الحزب الديموقراطي هم مش متدينين خرجهم برا ملة ده حاجة حاجة تانية حالك لازم تعرف ان اغلبية اليهود تبع الحزب الديموقراطي بس دونالد ترامب بيستغل الوضع نتانياهو بيمشي على عم دونالد ترامب لان نتانياهو حيلقي خطبة على الحزب الجمهوري النهاردة يعني مكالمة عن طريق الانترنت يعني حيكون قاعد في اسرائيل وبيتكلم عن طريقه فيديو للحزب الجمهوري اللي هو تابع دونالد ترامب فبرضو في استهلال الموضوع طب ليه الكلام ده مهم بالنسبة لك وليه التطورات دي ممكن تكون فارقة في الحرب بشكل كبير لان الكلام اللي حلولك ده خطير شوية اولا طلع جيك سوليفن جيك سوليفن ده هو الرجل الاول في البيت لابين ده يا باشا اللي بيحط الخطط العسكرية وده اللي بيهندس لكل حاجة في البيت لابين ده اقوى رجل في بيت لابين طلع قال ان جو بايدن قال ان تانياهو اجتياح رفح خطأ وقال بالزبط كده قال ان اجتياح رفح حيؤدي لتعليق التفاهمات مع القاهرة ما معناه انه ممكن العلاقات بين اسرائيل ومصر توقف يعني مايبقاش فيه حق تواصل الاتنين يوقفوا العلاقات مايضر بعملية السلام فاكتياح رفح ده مرش اي لازمة خاصة ان اسرائيل على حسب جايك سولوفن بارد اسرائيل مقدمتش اي خطة لالامريكان هتعمل اي في الفلسطينيين موجودين فرق مقدموش اي خطة موثوق على فكرة اسرائيل لحد الوقت في اجتياحها رفح بدون اتلاق المدنيين هناك هي حتقتل مليون ونص فلسطيني وحتى لو عملت عملية اجلاء سوريا ان هي مثلا ايه يا جماعة احنا حنجل المدنيين ده سوريا فقط او اعلاميا لان هم مش هيعرفوا يجلوا مليون ونص فلسطيني استحالة لان اسرائيل تبقى مستعجلة وعاوزين يكشوا عسكريا وخايفين ان لو تم نقل المدنيين لوسط جزة مثلا او شمال جزة يبقى فيهم عناصر من حماس الاربع كتاب دول يندس وسط المدنيين وهرب فشايفين لا احنا هنخش عسكريا يعني هنخش عسكريا اجرام ما بعده اجرام يعني اسرائيل دي مكرمة لأقصى طرقة ده حاجة اللي انا هايف عنده حاجة بهمة جدا الامريكان بيقولك ان اسرائيل لو دخلت رفح واجلة المدنيين حتى لازم تعرف انها هتقفل المعبر البر الوحيد لجزة اللي هو رفح وده اللي عزاء اسرائيل اسرائيل حتى لو نكحت في اجلاء المدنيين هتنقلهم لوسط غزة وحيصبحوا محاصرين اكتر مهمة محاصرين دلوقتي وفرصة القاء بقى عمليات من الجو عمل ميناء بحري الكلام ده كله ما بيجيبش نتيجة لازم يبقى فيه معبر باري معبر باري اسرائيل حتى قفله ما معناه انها هتجوع مليون ونصف فلسطيني اكتر مهمة على شفا مجاعة لا حيبقى فيه مجاعة مجاعة بقى غزة على شفا مجاعة غير مسبوقة والتحضيرات من سيناريو قاتم تنهال من كل جانب اخرها من الامم المتحدة التي اكدت ان المجاعة في القطاع اصبحت شبهة حتمية فالفلسطيني دول لو ما متوش بعملية عسكرية من كتر القصف والاكتياح البري حيموتوا بعملية مجاعة لان حيتم اغلاق رسميا معبر رفح بشكل كبير حتيجي تقول لي طب معبر رفح مقفول لا انا بقول حالاك بالوقتي فيه نسبة للتفاوض اسرائيل ممكن تسمح ببعض الشحنات وبعض الشحنات لأ انما بنقل الفلسطيني الوسط غزة ده لو عملوا كده يعني هما بيقتلوهم رسميا فدي رؤية الامريكان للعملية العسكرية وبالمناسبة لما نتنياهو طلع صرح للتلفزيون الامريكي او بعض القناة الامريكية وقال لهم كل بيطلبونا ان احنا منخش الشرفح بيطلبونا بالهزيمة او ان احنا ما نحققش هدفنا العسكرية جو بايدن طلع قال ردا عن الكلام ده ولينا ان ندمر ما تبقى من كتائب حماس في رفح واذا لم يحدث ذلك فسوف تعيد حماس تنظيم صفوفها وتعيد تسليح نفسها وستستعيد غزة ومن ثم نعود الى المربع الاول وهذا تهديد لا يطاق ولا يمكننا قبوله سندمر حماس ونطلق صراح الرهاء لديها ونضمن ان غزة لن تشكل تهديدا لاسرائيل مرة اخرى يعني عاوز تخش مدينة فيها مليون ونص فلسطيني عشان تخش تقدي على الاربع كتائب ايه اللي اربع كتائب دول فرئيس امريكا نفسه بيقولك كم ده ايه كلام فده اللي بيتطلح طب هل فيه اجراءات على الارض الحقيقة موضوع تأثير الاسلحة الامريكية لإسرائيل ابتدأ يظهر بشكل كبير ليه؟ لان طلع مسؤول كبير يعني خد بالك قبل كده احنا كنا بنتكلم على تكهمنات او تصريحات من مسؤولين اسرائيلين صغارين دلوقتي وفقا صحيفة اسرائيل هايوم وطالبه في اسرائيل ان فيه مسؤول عسكري اسرائيلي كبير علق على شحنات الاسلحة الامريكية لإسرائيل بيتطلح تتأخر يعني يهي بتطلح تتأخر قال لك والله الامريكان بيتطلح يحطوا بعض من البيروقراطية يعني اجراءات بقى حكومية وموافقات وكلام ده كله ما يؤدي لتأخير الاسلحة الامريكية لإسرائيل واحنا ابتدنا لنلحظ ده في اسرائيل يعني وهو المسؤول بيقولك احنا ابتدنا لنلحظ ده الاسلحة تتأخر جلطان وفي اسرائيل بتحلق بتقولك من بداية الحرب لحد دلوقتي اسرائيل استقبلت تلتمية طيارة كمسين سفينة واستقبلت خمسة وتلاتين الف ضمن اسلحة امريكية بس واضح جدا ان الاسلحة دي كوم والاسلحة دلوقتي اللي بتيجي يكون تاني طيب وإن مشكلة لما امريكا تأخر لاسلحة الاسرائيل حاجة بسيطة جدا انت عندك الدول التي توقف تصدير الاسلحة الاسرائيل النهارده كندا وقفت اصدار الاسلحة الاسرائيل سكوتلندا سكوتلندا على فكرة وقفت كل تعاملاتها مع جيش اسرائيلي سلاح الجو الاسرائيلي ما يتعاملش مع سكوتلندا بس اخد دلك من كندا لان اسرائيل من اطبر عشر دول بستورد الاسلحة الكندية فكندا وقف التصديل أسلحة لإسرائيل بريطانيا برضو بيتكلم أنه هم مش عايزين يبعطوا أسلحة لإسرائيل بالمناسبة فيه أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل اللي حصل ديفيد كاميرون أو لورد ديفيد كاميرون اللي هو وزير الكاريجية البريطاني طلع وقال يجب اتكلم مساعدات بكميات كبيرة لجزة يجب أن احنا نسمح بمساعدات دي وكتب تغريدة قال رد عليه متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية اسمه إيلون ليفي ورد عليه في التغريدة وقال له على فكرة إسرائيل بتسمح بكل الطعام والشراب نسمح بكل حاجة حيث البريطانيين اعتبروا أن المتحدث ده بيهاجم ديفيد كاميرون أنت ما ينفعش تعلق عليه أصلا يعني ما ينفعش أن أنت تفسر حاجة هو رجل بيقولها فبريطانيا طلبت من إسرائيل أن إيلون ليفي ده يتم إزالته وبالفعل الحكومة الإسرائيلية جمدت إيلون ليفي وقعد في بيته لحد دلوقتي وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية وقاله كده ونقل منهم الإعلام الإسرائيلي كده برد ففيه أزمة دبلوماسية ومش أزمة كبيرة بس خد بالك أن الدول الأوروبية بتدت تعلق إرسال أسلحة لإسرائيل فالمنفذ الأساسي لأسلحة دلوقتي هو الأمريكان فالأمريكان لما يأخروا الأسلحة بإشارة مهمة جدا إن إسرائيل ممكن تقسر الحرب هذا ده اللي بيعدعيه صهاينة ليه؟ لأن خد بالك ممكن أمريكا ما تكونش بتأخر الأسلحة على حاجة بس إسرائيل بتضغط إعلاميا خوفا من الأسلحة فعلا تتأخر فبيسبقوا الناس يعني الناس جاي يقولك إيه ده بيأخروا الأسلحة علينا ممكن الأسلحة متأخرش بس هو عاوز يوصل المعلومة دي للإعلام الأمريكي عشان ما يبقاش فيه تأخير أسلحة ممكن لأن الأمريكان طلوا عنفوا وقالوا إحنا بنأخرش حاجة يعني إنتوا ليه مصررين إن إحنا بنأخر أسلحة إحنا بنأخرش حاجة حاجة تانية دلوقتي حرارك لازم تعرف إن فيه ضغوط كبيرة جدا من أهالي الأسرة إن هم بيحاولوا يقطع الطرق بيحاولوا إن هم يساعدوا بأي شكل لاستعادة الأسرة طب هل إسرائيل عندها نية لاستعادة الأسرة؟ الحقيقة إن تانياهو بعد ما قال أكتر من مرة إن هو صدق على عملية عسكرية لاجتياح رفح هو بعد وفد القطر الوافد ده فيه رئيس المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنياء وتم استعادة التفاوض تاني مع عضاء حماس في قطر بس المفاجئ طايمة إسرائيل نهاردة بتقولك إن ديفيد بارنياء رئيس الموساد مشي من دوح فهل معنى كده إن المفاوضات موقفت؟ إن حقيقة المفاوضات موقفتش هي شغالة على مستوى أقل شوية بس دي إشارة إن المفاوضات ممكن ما تنجحش حتى المسؤولين الكاتريين تلعوا قالوا أو قابدوا تفاقلهم نوعا ما بالمفاوضات دي بس قالوا إن ده تفاقل حذر لإن ممكن ما تحصلش هدنة في الآخر وما يوصلوش لهدنة القصة كلها إن إسرائيل عاوزة لأسرة وتكمل الحرب حماس بتقول هتفرج عن أسرة لو الحرب وقفت هو ده القصة كلها فالموضوع صعب اللي أنا عاوز أقوله في النهاية إن على حسب جديد واضح جدا إن إسرائيل مصر على اكتيح رفح بأي شكل عشان بقى تغطي على المشاكل الداخلية عشان تغطي على الخسائر البشرية بتاعتها والخسائر العسكرية بس كل ما إسرائيل حتصر عن موضوع ده لازم تعرف إنها بتهدد العلاقات مع مصر بتهدد سيناء بشكل كبير لإنها مش هتعرف تجلي المدنيين دول كلهم وبعض المدنيين دول ممكن يخشوا لسيناء أو يتسللوا لسيناء بشكل أو بآخر وده اللي بتحذر منه مصر الرئيس مصر يطلع أكثر من مرة وحذر الموضوع ده برغم كده إسرائيل مصر قد حضرت مصر مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غطاء غزة مستحيلة كما تحذر مصر أيضا من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يهدد حياة ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي وإسرائيل تقريبا هي دولة حاليا الوحيدة في العالم اللي عاوز تخش رفع يعني محدش بيساند نتنياهو في العملية دي خالص برغم كده إسرائيل مصر أخيرا وليس أخيرا حراك لازم تعرف أن الحرب ما انتهتش الحرب ما زالت شغالة الحرب نتنياهو مصر عليها بأي شكل بس مصر لازم تبقى حذرة جدا من موضوع كتير حرافح ده لأن دي مقزرة مقزرة بحق الفلسطينيين فلكن يا رب ما كنت راح في حضراتك الموضوع بشكل وبسط ويا رب ننسوا في مصر رب ننسوا العرب ويا رب ننسوا في فلسطين يا رب تحيا مصر سلام موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين سلام اشتركوا في القناة